تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع ما أدى الاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين غالبيته من الأطفال والنساء وأفادت مصادر طبية باستشهاد 64 مواطنين هنا وإصابة 186 آخرين في قصف الاحتلال على منازل المواطنين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وأضافت أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة على منازل المواطنين في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدة و286 إصابة خلال 24 ساعة للماضية